السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم اسراء فاتحي من قناة مطبخ مامة السولة النهاردة مع بعض هنعرف طريقة عمل البطاطس المهروسة بطريقة حلوة جدا بالخلي واللمون والتوابل طريقة بسيطة جدا بالكمون هيبقى طعمها طحفة اول حاجة انا هستخدم اربع حبات من البطاطس غسلها كويس جدا طبعا هبدأ ان انا اقسم كل بطاطسية لتلت او اربع قطع بالطريقة دي اما بالنسبة له البطاطس بتاعتك صغيرة ما تحتاجيش اني انت تقطعها انا بقطعها عشان حجم البطاطسية معي كبير يبقى احنا كده غسلناها وقطعناها دلوقتي هستخدم حلة صغيرة وهنزل بنص الحلة مية يعني المية تبقى لحد نص الحلة هنزل بمعلقة ونص من الملح معلقتين من الزيت والملح والزيت اساسي طبعا ان الملح يخليها تبقى منحها مضبوط وطعمها حلو جدا مش هستخدم الملح وبس في التكبيلة لأ انا هستخدمه كمان في المية اللي هسلق فيها للوقتي هنزل بالبطاطس في المية هرفعها على نار عالية لمدة خمس دقيق وبعد كده ههدي النار وغطي الحلة وهسيبها لمدة ربعة ساعة واللحد ما البطاطس السوي يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض طبعا انا هستخدم اللهون العادي جدا مش هستخدم الكبه ولا اي حاجة من الحاجات دي الطعم في الهون بيدي طعم مختلف خالص وطعم احلى هستخدم توم وشطة وفلفل اخدر وزيت هستخدم كمون وملح وفلفل اصمر الملح هنا هستخدم حوالي اقلي من ربع معلقة يعني حاجة كده على حرف المعلقة وهنزل بها في الهون طبعا علشان احنا حطين ملح فيه المية اللي سلقنا فيها التحينة هنا اساسي جدا اقول حاجة هنزل بالتوم وانا مستخدمها حوالي خمس فصوص من التوم اقطى حوالي ربع قرم من الشطة الحامية جدا وهنا انا منوع فيه الشطة منستخدمها للشطة الخضرة جدا والشطة الفتحة شوية وكمان منستخدمها الشطة صغيرة بتبقى برضو لونها احمر بس بتبقى طعمها مسكر شوية وهستخدم لمونية انا هنا حطيت الشطة مع التوم مع الملح هدق كويس لحد ما يناعم معي بالشكل ده بس طبعا مش هناعم قوي هنشيل اي بذر من اللمون وهنبدأ ان احنا نعصر اللمون في الهوم بالشكل ده وانا عايز اقولكو ان اللمون مع الدقة دي بيد ريحة وطعمه خرافي جدا ريحة الدقة خطيرة هنزل دلوقتي بمعلياتين الزيت والزيت هنا مهم جدا بس ما تقطريش بطاطس بقى مهروسة فعايزين زيتها يبقى متوسط كده او قليل شوية هنا كمان البطاطس كانت استويت معي كويس جدا واسبتها لحد ما بردت كويس جدا هبدأ ان انا قشرها بالطريقة دي انا هعمل كمية البطاطس كلها بنفس الطريقة دي وارجع لكم تقي هنا خلاص انا عملت البطاطس كلها قشرتها كلها هبدأ بلها الراسة وهرز كويس جدا البطاطس عايزة نعاميها او نعاميها عايزة تسيبيها خشنة شوية اوكي في كلتا الاحوال هي هيبقى طعمها طحفة جدا بالدقة او التدبيلة اللي احنا عملنا اغيري بقى في الاكل وجديدي احمليها على العشاء او على الفطار هتعجبك وهتعجب اولادك وجوزك وكل اللي هياكل منها باذن الله طبعا كده خلاص انا هرزت البطاطس انا هستخدم بهرات بطاطس سبيس شوية لعو ما عندكيش عادي جدا ممكن تستغني عنها مش اساسي انا بحبها عشان بتدي طعمه مميز برضو وبتخليها مش شطشطة شوية وهنزل لقى بالكمون والفلفل الاصمر وهنزل بالدقة الخطيرة بتاعتنا على البطاطس الكمون طبعا اساسي جدا هيغنيك عن اي طوابل تانية فبهرات البطاطس مش اساسية هنزل بمعلقتين من التحينة اللي هيخلوا البطاطس بتاعتنا خطيرة وجمدة بمعنى الكلمة دلوقتي هنزل كده بحتة من الشطأ الحامية الحمراء وهنزل بشريحة من الفلفل اغدر انت ممكن كمان تستخدمي شبت او اي خضرة تانية بس انا بفضل الشطأ الخضرة والحمرة وكمان بفضل جدا الفلفل الاخضر هبدأ ان انا قلب البطاطس بتاعتي كلها بالمعلقة كويس جدا لحد ما البهرات والدقة تختلط كويس جدا بالبطاطس انا عايزة اقولكم ان فعلا ريحتها حلوة جدا وان دي من اخافه احلى الاكلات اللي ممكن تغيري بها روتيني الاكل لو زهاتي من الفراخ واللحمة يلا على طول هاتي بطاطستين واعمليها مشايفة الجمال بس كده دي كانت طريقة البطاطس المهروسة يارب تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش تكتبويلي رأيكم بكل صراحة في الكومنتات كمان ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو تضغطوا سبسكرايب اللي هي اشتراك باللون الاحمر واتفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكم مني اشهر بكل جديد اشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا